ينضب لنا الآن من بيروت مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية سامي نادر سيد سامي أهلا بك معنا هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها تلوحة واشنطن بورقة العقوبات في وجه أنقرة على خلفية منظومة S-400 ولكن هل وصل التهديد هذه المرة ما قبل خطوة فرض العقوبات فعليا؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية استنزفت كل الوسائل كل الطرق الديبلوماسية لثني أنقرة عن استعمال يعني بعدما اشترت هذه الصواريخ S-400 تريد نهيها عن استعمال هذه المنظومة أولا لأن ما هو على المحاك ليس فقط المنظومة العسكرية والعتاد العسكري الأمريكي ودرجة أقلمه مع هذه الصواريخ ولكن كل المنظومة الأمنية التي نوتها هي الحلف الأطلسي هذا ما هو على المحاك لذلك أنا لا أستغلب إذا الأمور قد تذهب إلى عقوبات اقتصادية لأن ما هو على المحاك مرة أخرى هو المصالح الاستراتيجية الأمريكا المصالح الأمنية علاقتها مع حلفاء أساسيين كل المحيط الأوروبي اليوم يصبح تحت التهديدات الأمنية ولكن سيد سامي هناك من يقول بأن إن كانت فعلا واشنطن تريد فرد عقوبات على أنقرة لكانت فرضتها خاصة بأن موضوع التحذير والخط الأحمر تحدثت عنه واشنطن منذ العام الماضي لأنقرة هذا من جهة من جهة أخرى هذا صحيح هناك أيضا تصريحات من قبل هذا المسؤول الأمريكي يقول بأن واشنطن تسعى لتجنب القطيع مع تركيا وبقائها في المعسكر الغربي وكأن هناك تردد حتى الآن من قبل واشنطن في فرد هذه العقوبات ومحاولة مسك العصة من المنتصف صحيح لأن واشنطن تحاول أن لا تقوم بهذه القطيعة لأن هذه القطيعة قد يدفع أنقرة باتجاه موسكو وهذا في المحصلة ما لا تريده واشنطن لأنه يكون مكسب أساسي للموسكو وعلى حساب تركيا يعني قالها السيد كوبر أعتقد قالها أن من هو الخاسر سوف يكون نيتو لو ذهبت تركيا باتجاه موسكو وحتى تركيا والرابع الأكبر سوف يكون موسكو ولذلك تحاول واشنطن بجميع الوسائل أن تتجنب ذلك ولكن إن وصلت الأمور إلى حد لا يمكن الرجوع عنه أنا أعتقد أنها سوف تقوم بعقوبات اقتصادية لأنها ليست المرة الأولى التي تلجأ واشنطن إلى عقوبات اقتصادية ضد أنقرة التوقيت مهم هنا سيد سامي وهناك عامل آخر مهم ربما يجب أن نأخذه بنظر الاعتبار وموضوع الانتخابات الرئاسية الأمريكية بالتالي ألا ترى بأنه لصالح أنقرة اليوم أن يتنفرد هذه العقوبات من قبل الإدارة الحالية من قبل إدارة ترامب بدلا إنفاز بايدن وهناك من يقول بأن وقتها العقوبات ستكون أكثر ربما شدة بالتأكيد إنفاز بايدن العلاقة بين أنقرة وواشنطن سوف تتأثر سلبية وبالتالي لذلك تحاول أنقرة في فترة الوقت الضائع أن تعزز أوراقها التفاوضية وتعزز مواقعها التفاوضية وكما أشارتم إنفاز بايدن أصبح من الواضح أنه سوف يأخذ خطا أكثر سرامة مع أنقرة على أكثر من ملف يعني هناك ملف تمدد تركيا في شرق المتوسط هناك مسألة تمدد تركيا في القوقاز حتى سياسات تركيا المدافعة أو الداعمة لما يسمى بالمنظمات الإسلامية كان في سوريا وكان في ليبيا كل هذا يتناقض مع العقيدة السياسة الخارجية التي طرحها بايدن والذي مرسها بايدن في فترة أوباما ولذلك تحاول تركيا اليوم الاستفادة من فترة الوقت الضائع الذي بدأ ينفذ لأن الانتخابات الأمريكية الأسبوع المقبل لتعزيز مواقعها التفاوضية وبالتالي موضوع العقوبات على أنقرة سيكون هذا الملف مؤجل إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية نعم من المرجح أن هذه العقوبات لن تنفذ أو لن يتخذ قرار بشأنها قبل الانتخابات الأمريكية ولم تعد هذه الانتخابات بعيدة وحظوظ تنفيذها أو اتخاذ قرار من هذا النوع هو مرتفع إذا وصل بايدن إلى سدة الرئاسة شكرا لك سيدة سامي نادر مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية كنت معنا من بيروت